بعد أكثر من أسبوعين من الاجتماعات واللقاءات مع كبار المسؤولين في تركيا وفرنسا عاد رئيس الأقليم مسعود برزاني إلى أربيل عودة فتحت الباب أمام تأويلات الأطراف السياسية حول جدوى الزيارتين ونتائجهما أعضاء في الديمقراطي وضعوها في خانة الزيارات المهمة التي تأتي في سياق التنسيق مع الدول الإقليمية والكبرى مع احتمالات كبيرة لحصول تغييرات على الخارطة الجغرافية والسياسية في المنطقة ولسيما في العراق وسوريا هناك إرادة دولية واسعة وتفهم كبير لموقفنا حيال مستقبل أجيالنا والدول الكبرى على اطلاع تام لما يجري في المنطقة من تفكك وانقسام ملاحظات سلبية سجلها المعارضون على زيارة الرئيس مسعود برزاني إلى تركيا وفرنسا فهي بالنسبة لهم عديمة الفائدة كونها جاءت في ظل برلمان كردي معطل وغياب للتنسيق مع الأطراف المؤثرة داخل العملية السياسية الكرد في حاجة إلى تلك الزيارات ولكن بشكل رسمي ووفق القانون وفي ظل برلمان الفعال لأن البرلمان هو الممثل الشرعي الوحيد والمرجعي الوحيدة للشعب الكردستاني مشاغل وهموم المواطنين الكرد المعيشية وما تتركه الأزمة الاقتصادية من آثار أسباب تلهيهم عن متابعة جولات المسؤولين كان ذلك واضحا في ردودهم حول الزيارتين في الوقت الذي يرى إعلاميون كرد أن الظروف الداخلية التي تمر بها بعض الدول ومنها تركيا وفرنسا أفرزت الحاجة إلى توطيد العلاقة مع إقليم كردستان الحقيقة الكثير من هذه الزيارات حصلت في الماضي نتمنى أن تستفيد منها الفئات الفقيرة داخل المجتمع الكردي الدول الأخرى لديها مصالح مهمة جدا في شمال العراق وفي العراق وفي مصالح نفطية ومصالح استراتيجية وأنجوبهت زيارة الرئيس مسعود بارزاني إلى أنقرة وباريس ببعض الردود السلبية إلا أن مراقبين يدعون إلى استثمار الفرص الإيجابية منها لصالح المشروع الكردي المستقبلي من أربيل يوسف المندلاوي الحر